عندما كنتم تسمعون من القيادة السوفيتية هذه العبارة قبل المباراة لابد من تحقيق النصر بأي ثمن كيف تغلبتم على هذه الضغوط النفسية؟ لم يقل لي أحد هذه العبارة لكن من الممكن أنها قيلت لأعضاء فريقي لكنني كنت متفاهما جدا أن المسؤولية كبيرة ولم يكن لدي سبيل آخر غير الحفاظ على لقب بطل العالم والفوز في تلك المباراة ألم يزعدكم أن الخصم كان في السابق مواطن من بلدكم؟ نعم كان مواطنا سابقا قد كانت تربطنا علاقة جيدة مع كورتشينوي منذ عام سبعين وحتى ثلاثة وسبعين كانت علاقات طيبة ثم ساءت تلك العلاقات ليس من طرفه من طرفه؟ نعم من طرفه هو كما تعلم جيدا حينما ألعب مباراة على بطولة العالم أحاول أن أطرح كل تلك الأمور جانبا وأن أركز بشكل كبير دائما ما كنت أن عزل لا أشاهد التلفاز ولا أقرأ الصحف حتى لا يتكون أي ضغط خارجين عليه أركز في التجهيز لمباراة الشطرانج وأعمل بجهد على الحالة النفسية تقوية جهازي العصبي وأظن أن هذا هو النهج السليم الذي إن لم أنتهج لم أكن لأحقتك أرقام قاسية يعني لم تشاهدوا التلفزيون ولا قرأتم الصحف لم تعرفوا ماذا يجري في العالم أنا ذاك هل كان ذلك قبل المباراة أم بصفة عامة؟ بالطبع قطعا إذن عندما بدأت المباراة؟ لا 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 عندما تبدأ المباراة قبل المباراة كنت أقرأ الصحف وكنت أطلع على العالم لكن عند بداية المباراة كما تعلم المباراة تستهلك قوة وجهد كبير وتتطلب تركيزا كبيرا فيجب أن لا تلتفت إلى شيء جانبي عندما فزتم بلقب بطل العالم حوالي 22 سنة تقريبا صحيح؟ لا كان عندي 23 سنة في 1957 في الربيع لم أبلغ عندها 24 سنة بفرق زمنين بسيط ترجمة نانسي قنقر